اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات منهج اللغة العربية ومن خلال المحور الثالث مجتمعي نستكمل سويا الموضوع الثاني إعادة التدوير أحبائي طلاب الصف الرابع الابتدائي زي ما تعودنا يوجد بنهاية كل موضوع من موضوعات اللغة العربية نموذج نتدرب من خلاله على الكتابة السردية وبينطبق من خلاله كل اللي تعلمناه من نصوص وموضوعات ودرسنا اليوم نتناول من خلاله نموذج للكتابة السردية وهو كتابة لوحة إرشادية مستعدين؟ أكيد كلكم نشاط وحيوية وإبداع تعالوا نبدأ مع أنشطة الكتابة السردية لنتعلم كل جديد وهنبدأ مع بعض درسنا بنشاط رقم واحد واللي بيقول لنا تعالوا نشوف بيقول إيه ونبدأ مع بعض النشاط الأول عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي اقرأ أو القراءة حياة هنقرأ الفقرة دي ونجاوب على الأسئلة اللي بعد كده قارئ اليوم قائد الغد بيقول لي كده قارئ اليوم هو قائد الغد بعد كده بيقول لي إيه؟ تنير القراءة تنير العقل وتنمي الفكر وتكسب المعلومات عزيزي القارئ يرجى ما يلي الهدوء التام في أثناء القراءة أو البحث عن أي كتاب حتى لا تزعج الآخرين الالتزام بعدم دخول أي مأكولات في المكتبة الاستعانة بأمين المكتبة خلال البحث إذا كنت لا تعرف المكان الصحيح الالتزام بموعد تسليم الكتاب حتى لا تضيع الوقت على من يرغب في استعارته الحفاظ على الكتب وعدم الكتابة فيها كما يجب الالتزام بمحتويات المكتبة وقال لا تعبث بها بعد ما قرأنا الفقرة تعالوا بينا نشوف الأسئلة علشان نجاوب عليها أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ تتحدث اللوحة الإرشادية عن يا طرى اللوحة الإرشادية اللي احنا قرأناها مع بعض دي بتتكلم عن إيه؟ ممتازين أحسنتم هي بتتكلم عن أهمية القراءة وأداب دخول المكتبة يبقى هنكتب كده تتحدث عن أهمية القراءة وآداب دخول المكتبة طيب بعد كده رقم بقى بيقول لي أين يمكن أن نعلق هذه اللوحة الإرشادية اللوحة الإرشادية اللي احنا كتبناها أو قرأناها مع بعض دي يا طرى ممكن نعلقها فين؟ أحسنتم أكيد هتعلق في المكتبة لأنها بتتحدث عن إيه؟ بتتحدث زي ما ذكرنا عن أداب دخول المكتبة يبقى أين يمكن أن تعلق هذه اللوحة الإرشادية؟ هنقول في المكتبة طيب السؤال الرقم جيم بيقول لي إيه؟ من سيقرأ هذه اللوحة؟ يا طرى مين اللي هيقرأ هذه اللوحة؟ أكيد اللي هيقرأها اللي هيدخل المكتبة اللي هو بنسميه زائر يبقى هنقول زوار المكتبة سواء كان تلاميذ أو معلمين أو ضيوف إذن هنكتب كده من سيقرأ هذه اللوحة هنقول زوار المكتبة سواء كانوا تلاميذ أو معلمين أو ضيوف فرقم 3 إردال بيقول لي إيه؟ لماذا تم كتابة اللوحة الإرشادية؟ ليه كتابنا اللوحة الإرشادية؟ مين يقدر يقول السبب اللي إحنا عشانه عملنا اللوحة دي؟ أحسنتم علشان نعرف زائر المدرسة أو زائر المكتبة بقواعد زيارة المكتبة يبقى لتعريف زائري المدرسة بقواعد زيارة المكتبة المكتبة لها قواعد لازم أن نلتزم بهذه القواعد قبله أو نكون عارفين هذه القواعد ونلتزم بيها عند الدخول للمكتبة نجي الرقم هاق بيقول لي إيه؟ ضع عنواناً آخر لللوحة عايزين عنوان لللوحة غير عنوانها الموجودة اللي هو القراءة حياة عايزين عنوان آخر يا ترمي نفكر في عنوان جديد ممكن نقول مثلاً القراءة صناعة للمستقبل أو صناعة المستقبل فده عنوان مناسب القراءة صناعة المستقبل طيب فرقم وهو بيقول لي إيه؟ تكونت اللوحة الإرشادية من ثلاثة أجزاء تكونت هذه اللوحة من ثلاثة أجزاء وبيقول لي كده بنقصين لاحظ الألوان سهم أجب إيه تلاثة أجزاء اللي تكونت منهم اللوحة الإرشادية؟ لاحظنا كده مكتوبة بتلاثة ألوان مختلفة كل اللهم من هذه الألوان بيمثل لي جزء من مكونات اللوحة الإرشادية اللي هما تلاثة أجزاء أول جزء عندي اللي هو الجزء ده كده الجزء ده بنسميه إيه؟ أحسنتم العنوان طيب يا ترى الجزء التاني ده بنسميه إيه؟ جزء اللي هو فوق ده بالشكل ده كده بنسميه إيه؟ أحسنتم بنسمي الجزء ده مقدمة بتدخلنا لموضوع أو التعليمات اللي هنقولها آخر جزء ده لو لاحظت بيقول لي إيه؟ هتراعي إيه؟ نرجو منك مراعاة ميالي الهدوء الالتزام بعدم دخول أي مأكلات أو مشروبات إلى المكتبة الاستعانة بأمين المكتبة الالتزام بموعد تسليم الكتب إيه ده دي اسمها إيه؟ أحسنتم اسمها إرشادات أو تعليمات إذن هنقول كده أجزاء اللوحة الإرشادية بتتكون من المقدمة أو العنوان آسف العنوان بعد كده بنقول المقدمة بعد كده الجزء الثالث الإرشادات يبقى أي لوحة إرشادية بتتكون من ثلاث أجزاء عنوان بعد كده المقدمة بعد كده الإرشادات فرقم زي بيقول لي إيه؟ انظر لعلامات الترقيم ثم عدها واكتبها أو واكتب العدد شوف علامات الترقيم يعني يا علامات الترقيم اللي هي بتبقى النقطة والفصلة والنقطتان الرأسيتان وهكذا أو علامة استفهام تعالوا نشوفوا طالب مني أول حاجة بقول لي النقطة عددها كان نقطة خلاص واستخدمت ليه في الفقرة عندي لو عدينا كده النقطة هنلاقي في الهاية كل جملة يعني مثلا في المقدمة هنلاقي في نقطة هنا أهيه في الهاية كل إرشاد من الإرشادات أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وقلنا واحدة في المقدمة يبقى أنا عندي ستة إرشادات أو ستة نقطة في هذه الإرشادات بعد كده بيقول لي إيه استخدمنا ليه النقطة دي ليه بني استخدم النقطة عموما كعلامة ترقيم في كتابتنا للجملة قال لي بني استخدم النقطة دي علشان يقول لي إن الجملة انتهت عند الكلام ده يبقى استخدمت ها عنده أو لبيان انتهاء انتهاء الجمل في نهاية الجملة بتاعتي بحط النقطة طيب تاني حاجة بيقول لي الفصلة فيه كم فصلة هنا عندي في الفقرة لو عدناهم هنلاقي عندي سلاس فصلات طيب تعالا نشوف نستخدم الفصلة ليه عزيز القارئ النبيل فصلة يرجى مراعاة ما يلي ايه ده الفصلة ليه بستخدمها بستخدمها لما بفصل ما بين الجمل مفصل ما بين أجزاء الجمل يعني خلصت جملة وهكمل جملة مرتبطة بيها فبعمل فصلة وكمل ميش يبقى هنكتب كده الفصلة وعددها سلاس فصلات طيب استخدمت قلنا ليه قال لي يا مستر استخدمت لنفصل لنفصل بها بين الجمل المتتالية جمل وراء بعضها بستخدم معايا الفصلة ذهبت إلى المدرسة في الصباح فصلة ها ودخلت إلى المدرسة وحضرت مثلا طابور المدرسة فصلة سعدت إلى الفصلة وبدأت الحصة الأولى فصلة وهكذا تعالا نشوف بعد كده بيطلب مني ايه بقول لي النقطتان الرأسية تاني يعني نقطتان رأسيتان بتلاقي عندك دايما في نقطتين فوق بعض دول بنسميهم نقطتان رأسيتان يا ترى كان عددهم قد ايه هنا في الفقرة اللي قرأناها هي وردت معايا مرة واحدة بس اللي هي ايه في نهاية الجملة دي عزيز القارئ النبيل يرجى مرعاة ما يلي وكتبنا النقطتان الرأسيتان بالشكل ده كده دولك بكتبهم ليه يبقى قلنا عددها الاول مرة واحدة طيب استخدمت ليه النقطتان الرأسية تاني اللي دي بنستخدمها كده هنقول دي بتستخدم لتفصيل الشيء المجمل يعني ايه مش فاهم بص بقى هولهلك ببساطة لما قولك الكلمة سلاسة اقسام واسكت الكلام كده واضح ولا غامض ومجمل بالنسبة لك الكلمة سلاسة اقسام ايوا ايه هم انا مش عارف وانت مش عارف كلنا مش عارفين يبقى ده كلام غامض بنسميه في اللغة العربية مجمل طيب لما اشرح لك الكلام ده يعني هقولهلك بالتفصيل فمنسمي ده تفصيل بعد كلام مجمل فاقولك بقى الكلمة سلاسة اقسام حط نقطتين رأسيتين وابتده اقولك بقى ايه اس وفعل وحرف اذا ده اسمه ايه بقى اللي انا قلته بعد كده ده تفصيل بعد اجمال فلما بيقولي بقى بتفصيل الشيء المجمل دي يعني يا مستر يجيب لي كلام مجمل مش مفهوم زي ما جاب لك المقدمة دي كده في الجزء ده عزيز القارئ النبيل يرجى مراعاة ما يا لي انت عارف ايه اللي هتراعيه لا يبقى الكلام مجمل يحط النقطتين رأسيتين الكلام اللي هيجي بعد كده ده هيفصل لك الكلام ده يعني هيفصله يعني هيقوله بالتفصيل ويشرحه ننتقل لرقم حق ويقول لي ايه اكتب مقدمة مختلفة وجذابة عايز مني هنا اكتب مقدمة تانية غير الجزء بتاع المقدمة ده تكون مختلفة وجذابة ها عايزين مقدمة بتتكلم عن اهمية القراءة واداب زيارة المكتبة ممكن نقول ايه مثلا ممكن نقول اذا كانت او اذا كانت طعام غذاء للبدن فالقراءة غذاء العقل والروح فيها جملة هتشد القارئ نكتب كده اذا كان الطعام غذاء للبدن فالقراءة غذاء للروح والعقل اخر حاجة عندي بيقول لي رقم ط بيقول لي ايه اضف قاعدة ارشادية جديدة ها ما وردتش في الارشادات دي يا طرق ايه الارشاد اللي ممكن اضيفه هنا احسنتم ممكن اقول مثلا ايه قاعد الكتاب الى مكانه بعد القراءة هكتب كده قاعد الكتاب مكانه بعد القراءة يبقى من خلال النصات ده خلي بالك انا مهم عندي انك تركز انك عرفت ان اللوحة الارشادية بتتكون من 3 اجزاء هم العنوان والمقدمة والارشادات واللوحة الارشادية بعملها بهدف ايه بهدف الحث على اتباع القواعد ها المسجلة جوه هذه اللوحة او بداخل هذه اللوحة الارشادية طيب بعد ما تعرفنا سوا اجزاء اللوحة الارشادية تعالوا مع بعض نطبق ونتضرب من خلال النشاط رقم اتنين اللي اللي بيطلب مني اكتب لوحة ارشادية من خلال جمل وكلمات هيساعدنا بيها تعالوا نشوف النشاط بيقول ايه جايبلي في النشاط ده بيقول ايه اكتب اللوحة الارشادية من خلال الجمل والكلمات المساعدة وجايبلي كلمات زي مدرستي المدرسة هنا بيتك الثاني او بيتنا الثاني احترام المعلم التعاون مع الزملاء والحفاظ على نظافة الفصل والمدرسة يا ترى اول حاجة ايه اللي ممكن نحطه هنا في الجزء الاول عندي للوحة الارشادية ويكون العنوان احسنتم ممكن اكتب اختار العنوان عندي هنا مدرستي فاقول كده مدرستي ده عنوان اللوحة الارشادية بتاعتي طب يا ترى ايه المقدمة المناسبة هنا احسنتم جميعا في اختياركم ممكن اقول المدرسة هنا هي المدرسة هي بيتنا الثاني اقول كده المدرسة هي بيتنا الثاني الثاني طيب بعد كده ممكن اعمل ايه اللي محتاج تكتب الارشادات بتاعتك فالارشادات بتاعتي خلاص انا خدت العنوان وخدت المقدمة يبقى الارشادات اللي هما التلاتة دول فهو الايه او الارشاد اللي احترام المعلم واتفقنا على انت الترقيم اللي هنحطها هنا ايه ممتازين هحط نقطة في نهاية الجملة دي طيب ايه تاني من الارشادات اللي هنستخدمها في كتابة لوحة ارشادية احسنتم ممكن اقول التعاون مع الزملاء طيب تالت ارشاد ممتازين جميعا هقول الحفاظ على نظافة الفصل والمدرسة احط نقطة يبقى انا كده حددت التلات اجزاء بتاعتي اللي هستخدمها لما اجا اكتب اللوحة الارشادية حددت العنوان وقلت اللي هو مدرستي حددت بعد كده المقدمة الجذابة اللي هي المدرسة هي بيتنا الثاني بعد كده حددت الارشادات بتاعتي اللي هستخدمها وهي احترام المعلم التعاون مع الزملاء الحفاظ على نظافة الفصل والمدرسة طيب تعالوا بينا مع بعض نشوف في صفحة 57 ازاي اكتب اللوحة الارشادية اللي هتعلق في اي مكان مناسب انا محتاجها بعد كده تعالوا نشوف بيقول لي ايه بيقول لي المطلوب منك كتابة لوحة ارشادية سوف تعلق فوق صندوق او صندوق صناديق اعادة التدوير لارشاد المواطنين الى اهمية اعادة التدوير وطرائق استخدام يعني طرق يعني استخدام فيها فيما يتراوح عدد كلمتها من خمسين لمئة كلمة طيب هنخطط لكتابتنا اول حاجة العنوان بتاعي يا طرى ممكن اختار عنوان مناسب لكلامي عن اعادة التدوير ايه العنوان المقترح مثلا ممكن اقول اعادة التدوير بيئة نظيفة وحياة افضل ده اللي تعلمناه من المحور اللي كنا بنتكلم عن اعادة التدوير فيه يبقى هقول العنوان بتاعي مرة تانية كده اعادة التدوير بيئة نظيفة وحياة افضل اعادة التدوير بيئة نظيفة يبقى خلاص كده عرفنا عنواننا اعادة التدوير بيئة نظيفة وحياة افضل التدوير ليست تخلص من المخلفات مش مجرد ان انا بتخلص من المخلفات علشان اجذب القارئ اللي اللوحة بتاعتش هقول له بقى ايه انما هي بيئة نظيفة وحياة افضل واقتصاد افضل حياة سعيدة واقتصاد افضل طيب دلوقتي محتاجين خمس ارشادات هتوضع في هذه اللوحة ها ايه ممكن تكون مقترحتكم عشان نضعها في هذه الارشادات علشان ها نوضح ازاي ان هما يتعاملوا مع المخلفات واستخدموا او يستفيدوا من اعادة التدوير ممكن مثلا احسنتم وضع المخلفات في صناديق اعادة التدوير وضع المخلفات في صناديق اعادة التدوير اننا المخلفات بتاعتنا نحطها زي ما انتم شايفين كده في الصورة قدامكم في الصناديق المختلفة يعني المواد الصلبة البلاستيكية مثلا بتتحط في صندوق مخصص لذلك المواد غير البلاستيكية بتتحط في صناديق مخصصة لذلك بحيث انت كده فصلت المخلفات بتبتدي بعد كده شركات اعادة التدوير تستفيد من ده فبنقول وضع المخلفات في الصناديق اعادة التدوير تاني حاجة اللي فصل المخلفات فصل المخلفات يعني ايه فصلها زي ما قلت من شوية الاجزاء الصلبة الاجزاء البلاستيكية الاجزاء غير الصلبة كل جزء في الصندوق المخصص له كمان اتعلمنا في الحصة او في حصة سابقة ان انت تقرأ الرموز اللي موجودة على المنتجات الخاصة باعادة التدوير يبقى ممكن نقول كده قراءة الرموز الخاصة باعادة التدوير على المنتجات قلنا الرموز اللي موجودة على المنتجات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية والمعلبات وغيرها وزوجات المياه لازم ان نشوف الرمز اللي موجود عليها علشان نعرف المنتج ده البلاستيك ده هل اقدر استخدمه مرة تانية هل صالح للاستخدام مرة تانية هل هو ممكن اعمله اعادة التدوير ولا هو بعد اول مرة ممكن يبقى استخدامه سام وضرب الصحة كل ده من خلال الرموز اللي موجودة وده تعلمناه في حلقات سابقة ممكن اقول ايه ها تقديم النصح للاخرين ها ممكن اقول كده تقديم النصح للاخرين انت عرفت كل المعلومات دي عن اعادة التدوير وعرفت الرموز اللي موجودة على المنتجات المختلفة لعادة التدوير فاكيد لازما تقدم النصيحة للاخرين وتعلم غيرك ايه كمان ممكن نكتب ايه هنا عندنا في الارشادات اللي نكتب عن اعادة التدوير ممتازين ممكن نقول المشاركة في مبادرة اعادة التدوير لو تفتكروا كان اسمها ايه تدوير ها يبقى المشاركة في مبادرة اعادة التدوير وبكده احنا خططنا لكتابة لوحة ارشادية هتتعلق اللوحة الارشادية ديه فوق صندوق القمامة خلاص ممكن كل واحد فيكم يقوم بنفسه من خلال النشاط دوت وانه يكتب لوحة ارشادية يقدر يعلقها فوق صناديق اعادة التدوير علشان يرشد المواطنين لاهمية اعادة التدوير وطرق استخدام هذه المنتجات طبعا ما ننساش ان كل اللي هتكتبه ده لا يتراوح او يتراوح ما بين في عدد الكلمة ما بين خمسين كلمة يعني ما يقلش عن خمسين كلمة لمية كلمة يعني ما يزدش عن مية كلمة وده كان مثال لعمل خلاص معرضه عليكم لاعادة التدوير وبيئة نظيفة وحياة افضل طيب حضراتكم تقدروا كمان ان انتو تعرفهم ان تخلصكم من المخلفات هيخلي البيئة بتاعتنا نظيفة والبيئة بتاعتنا افضل وحياتنا هتبقى سعيدة وخيالية من الامراض شاركوا معانا وعايزكم كلكم تشاركوا في مبادرة اعادة التدوير وتعرفوا غيركم بمبادرة اعادة التدوير وتضعوا المخلفات في صناديق القمامة الخاصة بيها خلاص وتحرص دائما على قراءة الرموز الخاصة باعادة التدوير ودايما ندعو الناس للمشاركة في هذه المبادرة طيب بعد ما خلصت عملك وعملت اللوحة الارشادية بتاعتك في النشاط التالي بعد كده في كتابك اللي هو في صفحة 59 حضرتك مطلوب منك تعمل تقييم ذاتي يعني تقييم ذاتي يعني تقيم العمل اللي انت عملت ده لو في اخطاء بتاعتك موجودة في كتابتك بتبتدي تعلم عليها وفي النهاية خالص بتكتبها مرة تانية او بتصغها مرة تانية بشكلها السليم اللي تقدر به تعلقها كلوحة ارشادية ترشد بها الاخرين عزائي طلاب الصف الرابع للبداي مر الوقت معكم كالمعتاد سريعا سعدت جدا بلقائكم وسوف اكون في انتظاركم في حلقات قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة